اشتركوا في القناة نبدأ الآن الجزء الثاني من تفسير سورة الفاتحة في بداية من إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين يعني بعد الإقرار والإيمان بالغيب وما حدث وما سيحدث وأن الرحلة الإنسانية الكونية هي إن لله وإن إله راجعون تجيء هذه الآية يعني بعد أن عرفنا حكاية الكون من البداية للنهاية من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى ملك يوم الدين يجيء الجزء الذي يتطلب فهم العبودية لأن كل ما سبق هو ربوبية بحتة يعني فالآن إياك نعبد وإياك نستعين نبدأ بجزء العبودية فبعد الإقرار بالإيمان والغيب تبدأ كيفية الرجوع إلى الله كيف أنه إن لله وإن إله راجعون عن طريق إياك نعبد وإياك نستعين وكيف هي الوسيلة الوسيلة هنا تتضح في أنك كاف وكاف كاف فإياك حتى إيا إيا هو يعني ممكن هي إشارة إلى الله سبحانه وتعالى ممكن نقول أنه اسم الأسماء الله سبحانه وتعالى فإيا كنعبد وإيا كنستعين والكاف والقرآن يعني حروف القرآن لا تتكرر في التجلي فإن الكاف الأولى ستكون مختلفة إلى حد ما عن الكاف الثانية فإياك وإياك فإياك نعبد وإياك نستعين فهناك كافان الكاف الأولى ممكن نقول أنها هناك كاف للإحسان وهناك كاف للعبودية أو كاف ليس كامث له شيء التي تجيء قبل كيف كامث له شيء فإن كاف الأولى وهي كاف العبادة أو العبودية هي نور يقذفه الشيخ في قلب المريد فيدخل المريد طريق الرجوع إلى الله فيعبد الله وكأنه يرى وكأنه يرى هو يرى نور الله يعني إذا كان مريد يرى نور الله فهو يعبد الله كأنه يرى يرى تجلي لإسم النور إسم وصفة في نفس الوقت وفي هذا توحيد توحيد أسماء إسم وصفة وهو ما يرى إلا تجلي لآية الله نور السماوات والأرض وهذا هو معروف من مقام الإحسان فسر ما سبق يكمن في حرف الكاف كاف إياك فإذا كاف إياك هي كاف الإحسان هي كأنك ترى إياك نعبد أما الكاف الثانية ففيها استعانة يعني الكاف الثانية هي كاف استعانة فنسمي هذه الكاف أو أنا حاولت وسمي هذه الكاف يعني كاف المثلية المثلية أو كاف اللامثلية التي جاءت من آية ليس كمثله شيء إذن كاف الاستعانة أو كاف ليس كمثله شيء نسميها كاف المثلية أو اللامثلية أو الكمثلية هي تمثل طلب الاستعانة لكن استعانة بمين؟ من استعانى بالإنسان الكامل استعانى بالواسطة استعانى بمن يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى فاستعانى بالأنبياء والرسل واستعانى بأتباع أو ورثة الأنبياء والرسل فإذا الاستعانى بالإنسان الكامل هو الإنسان الحي الذي المتمثل فيه الأنبياء أو علم الأنبياء وهو ويكون من ورثة علوم الأنبياء والأولياء ومعروف أنه يتعرف عليه أهل الله وهذا من أسس العقيدة أن يكون هذه الواسطة من عترة آل بيت النبوة ومن عترة يعني بالعترة يعني أتباع النسل سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم فهم امتداد للنبي عليه الصلاة والسلام فهم خيار من خيار من خيار فالقارئ للفاتحة من مقام الإحسان يعبد الله كأنه يرى لأنه يقول إياك نعبد لأنه يرى نور الله بعينه الكامنة في قلبه وهذا النور ليس ضوء لأننا يعني به الضوء النور هو نور ليس مادة وهذا النور الذي هو معيار للقرب من الله وهذا النور هو الحقيقة المحمدية المشارئ إليها في اعلموا أن فيكم رسول الله كل إنسان فيه رسول الله سواء مؤمن أو كافر ولكن هناك من أطفأ هذا النور وهناك من سمح للشيطان لينفث في هذا النور حتى يطفئه ولكن كلنا فينا رسول الله فاعلموا أن فيكم الصلاة وفي نفس النفس يطلب يعني القارئ للفاتحة يطلب ويقر بالاستعانة من النبي وأهل بيت النبي من الورث الكاملين اللي يسمونه الواسطة في علوم أهل التصوف فإذن إياك نعبد يعني إيا الذي نعبده كأنه كأننا نراه وإياك نستعين بكاف ليس كمثله شيء يتمثل فيها شيئا عبودية لله سبحانه وتعالى واتباع للواسط هكذا يقرأ القرآن بسر العبودية لكن حين ينتبه القارئ أن القرآن هو كلام الله وأن الآية لم تبدأ بقل لم يقل قل الحمد لله رب العالمين فقد يصاب بالحيرة فليس من الجائز أو من اللائق أن يدعي أنه هو المتكلم لأن الله هو المتكلم وهو السائل وهو المجيب وحينئذ تتضح للقارئ حقيقة عدميته وأنه هو نفسه إلا وهم وهذا من أسمى معاني التوحيد ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن بدأها بالبسملة حتى تكون ولو في ظاهر الأمر حتى نكون نحن يعني نكون نحن القارئ أو يكون القارئ ولو في ظاهر الأمر نسب الكلام كله إلى الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكن في الحلقة القادمة نتكلم عن إهدنا الصراط المستقيم وعلاقة الصراط المستقيم بالألف المقدر لأن هذا يحتاج إلى شرحه والسلام عليكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة